طيب مين اللعيب اللي جميع النادي الاهلي مستنيه في النادي الاهلي النادي الاهلي او جميع النادي الاهلي مستنيه لعيب اجنبي ببروفايل تاني بقى خالص مش بيرستاو مش ميكي سوري يعني كان بيرستاو كان المفوت جاي اسمي يعني مش بيرستاو مش ميكي سوري مش خلافه هم عايزين لعيب يبقى مؤثر يبقى لعيب بيلعب في التشكيل الاسمية وما بيخرجش منها وبالتالي الاهلي محتاج يصرف ومحتاج يبص على لعيب كويس اوش مين اللعيب الأهلي يدفع له دلوقتي ويجيبه يدعم الفني خليني أقول لك على اسمين اسم منهم تدولة أنباء عن اقترابه من أحد الأندية في الفترة الماضية والنبي لا أقول لك اسمها لا أقول لك تدولة أنباء لا أعرف كل الأسفل لا أقول لك بي لا أقول لك بي والاسم التالي هو اسمه يكون مفاجئ شوية لكن لسه المفاوضات معي في مراحل مبكرة جدا نحن نقول لك أنه قريب أولا تب قولي الاسم المفاجئ الأولي هقول لك الاثنين ماشي الاسم الأولاني هو فينسنت هو بكر اسمه فيه تفاوض كبير جدا مهاجم المنتخب الكاميروني ما بينه مهاجم المنتخب الكاميروني والنصر السعودي مع النادي الأهلي الاسم الثاني اللي تم ترشيحه للنادي الأهلي والنادي الأهلي مش هيتحمل كامل التكلفة ولا قيمة الصفقة الاسم الثاني هو بغداب بنجاح بغداب بنجاح تم عرض اسمه الفترة الماضية على النادي الأهلي رغم رفض نادي السد تماما أنه يستغنى عنه وطلب فيه رقم كبير جدا كان عنده أفر كبير في أسبانيا الانتقالات اللي فاتت هؤلاء مفاجأتين وليس مفاجأة واحدة لا فيه واحد منهم المفاوضات لسه مجرد أنه اضطرح اسمه والنادي الأهلي أقل طبعا يا ريت بس فنسي طمو بكر السلاري بتاعه ورداتي بتاعه عليه أوش فنسي طمو بكر بأخذ 4 مليون مع نادي النصر والنادي الأهلي في مراحل متقدمة جدا معاه لكن القصة كلها مقفة على السلاري لكن لو قدروا يصلوا إلى نقطة اتفاق هذه الصفقة المفاجأة له النادي الأهلي في الانتقالات الحالية من خلال النادي ما سنجاب بنسي طبو بكر وبغداد بنجيح الاثنين مع بعض طبعا صعب يجيب واحد منهم صعب يجيب واحد منهم هما الاثنين طبعا اتفاقتين كبار الأصعب بغداد بسبب مطالب النادي السد التعاقد بتاعه لازال جاري الراتب بتاعه كبير لكن الأزمة في الاثنين مختلفة مشكلة فينسنت في الراتب مشكلة بغداد مش في الراتب مشكلة بغداد في طلبات نادي السد لكن يعني تدخل أحد محبي النادي الأهلي اللي هيبقى فيه علاقة ما تربطه بالنادي الأهلي خلال الفترة القادمة ووعد أنه هيساهم في حل هذه المعضلة النوايات بغداد بنجاح لكن قصة بغداد أراها أصعب كتير من قصة فينسنت فينسنت أقرب كتير من أنه هو يكون موجود خلال الفترة اللي جاية وفينسنت كان أحد الأندية المصرية استفسر عنه ده كلامي مع اللاعب نفسه استفسر عنه خلال الفترة الماضية بس بعد ما يعرفوا الراتب تراجعوا عن مش أهلي أعزمالك؟ مش الأهلي يبقى أعزمالك؟ شوف يقول ده لفله قالي من أحداثي لفله من أحداثي